لكن انا بوصل لك اللي بيحصل وبيدور في كواليس نادي الزمالك وبالتالي عشان انت تكون عارف ليه الصحوة احنا بنتكلم عليها وفوز تالت على التوالي مهم جدا لان زي ما قلت لك في المقدمة او في البداية ان من الطبيعي ان نادي الزمالك يكسب اي حد انت بتتكلم على واحد من اهم الاندية في الشرق الاوسط فلما يفوز الفوز التالت على التوالي سواء محليا او افريقيا ده امر طبيعي فالكلام مع كامل الاحترامي طبعا لكل اندية الدوري الممتاز لما يكسب ثلاث مباراة متتالية ممكن اقول ان هو هنا طبعا بيعمل انجاز لكن نادي زي مالك هنا ما بيعملش انجازه واحنا بتتكلم على فريق بطولات وشاء من شاء وابا من ابا سواء راضي اللاعبين المتواجدين داخل نادي الزمالك في التوقيت الحالي او لم يرضوا فهم مطالبون امام الجماهير بتحقيق الانتصارات والمنافسة على البطولات وتولى من تولى قيادة نادي الزمالك سواء ادارة سابقة ادارة حالية ادارة لاحقة لابد وان تحترم نادي الزمالك وجماهيره وبالتالي النهاردة لما تشوف برضو من الامور الايجابية اللي حصلت خلال الفترة الاخيرة ان وجود راعي او اتنين رعاه على التي شيرت بتاع نادي الزمالك واللي ما كانش موجود قبل كده فبالتالي دوت بيدي مؤشر الى اللاعبين ان في ادارة بتتحرك على المستوى المستوى الخاص بصرف المستحقات تم صرف حوالي 6 مليون جنيه قبل مباراة او خلال فترة توقف الدوري وقبل مباراة ابو سليم الليبي ثم النهاردة بيبقى عندك الراعي التاني بالنسبة لعيب اثناني الزمالك فبيقدر اللاعبين وانا بقولك ده كلام بيدور داخل فريق الكرة ابنان الزمالك وبين اللاعبين تحديدا فبالتالي ده بينعكس بشكل كبير على الاداء وبيكون فيه روح معنوية انت بتشوفها او روح داخل الملعب لما بيكون فيه رعاة على التي شيرت معناها ان فيه فلوس داخلها لانادي معناها ان ممكن يبقى فيه بعض الانتظام فيه المستحقات الملعية طيب من ضمن الامور برضو النهاردة محمول عبد الرازق شكبالة النجم الكبير وهو نازل فمحمد عبد الشافي قلع شارت او شال شارت القيادة ويدها لشكبالة لكن شكبالة رفض انه يرتدي شارت القيادة واعادها مرة تانية الى محمد عبد الشافي في مشهد ممكن يكون الناس نسبيا لكن الافضل ان انت تسير بخطوات بطيئة وثابتة افضل ممن يكون فيه خطوات سريعة ثم يتعثر مرة تانية نادي الزبالك ونادي الزبالك مهم جدا جدا ان يعود للمنافسة ومهم جدا جدا ان المنافسة تظلمة بين الاهل والزمالك ثم الاسماعيدي انه يرجع مرة تانية في المنافسة لان في النهاية الاندية التاريخية لها دور كبير في تشكيل وجدان جماهير الكرة المصرية بشكل عام وبالتالي فوز نادي الزبالك فوز مهم جدا جدا النهاردة فوز معنوي الفوز التالت على التوالي ما بفخمش من الفوز لكن بقولك وحكيت لك المشاكل والازمات اللي بيواجهها نادي الزبالك خلال الفترة الاخيرة